ايه زيكو حبيبي عاملين ايه واخباركو ايه طبعا موسم البرتقان ده ما نطلعش منه غير وحنا ايه عاملين حاجات وتكات كده حقولكو عليها عندي البرتقان ده انا باخد القشر بتاعه ومش برميه بستفاد به سواء بقى بالدخليف صابون سواء بالدخليف في الكيك بيبقى حلوة قوي قوي وكمان قشر يستفندي ده بعمل به خلطة السمك بتبقى روعة بيشيل الزفارة من السمك طبعا مع الجنزبيل ومع التوم ومع حبة خلطات كده بعمل علبة من السنة للسنة مش عايزة اقولكو بتبقى زي الفل مع طبعا لمون وقشور لمون زي ما انت شايفين كده انا مقشرة كمية برتقان اي برتقان كده وانا بقشر بحطه ايه على جنب في علبة او برطمان زي ما انت شايفين طبعا ما بيعديش عليه يومين بيل كتير وبكون مكونة ايه حبة زي دول بعمل بيهم بقى علبة في الفريزر بتنفعني قوي في الكريب والكيكات والحاجات دي كلها بيبقى بديل للفانيليا او كده ومعايا رشة بسيطة من القرفة مش عايزة اقولك يعني ما بتحتاجيش للفانيليا لو هي مش عندك في البيت ولكن لو عندك دي اساسية طبعا ومش عايزة اقولك طعمه بيدي طعم الكيك والكريب عامل ازاي تمام عندي بقى قشور السفان دي زي ما انا قلتلكو في الاول دي بعملها في التدبيلة بتاعت السمك حلوة جدا جدا الحق بقى يلا خزينوا كده علبة اش برطقان مطحون وعلبة اش يستفي كده زي ما انت شايفين مطحون اه واقولكو بقى اه سلام يارب الفيديو يكون عجبكو وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكو كل جديد طبعا انا هنا عاملة باللي عندي ولكن اه كل ما دا ما يبقى عندي حبة اشور اه بعملها واقولكو بقى سلام اشتركوا في القناة